عود لكم مشاهدين الكرام تنظم الجمعية العربية للريبوت بطولتها السنوية والتي تقام هذا العام في قطر وتستقطب المبدعين من أبناء الوطن العربي من مختلف المناطق التعليمية وذلك من الفترة ما بين 19 و 22 مارس بمشاركة 143 فريق منهم 13 فريق كويتي وقد حققت فيها الكويت خمس مراكز متقدمة بحصول جامعات الكويت على المركز الأول وفريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن أفضل فكرة مشروع وحصول وفد نادي الريبوت على المركز الأول والثاني والرابع أيضا في مسابقة تتابع الخط للحديث حول هذا الموضوع دعوني يرحب به ضيفي من داخل الاستيديو نائب رئيس الجمعية العربية للريبوت الدكتور عبدالل المطوع حياك الله يا دكتور وشرفتنا الله يحياك الله يا دكتور بداية وقبل كل شي قد يكون المصطلح غريب لدى من يشاهدنا الآن ما هو الريبوت دكتور؟ الروبوت حقيقة هو من كلمة روبوتية المقصود فيها العمالة الجبرية نقصد فيها يعني لو سألتك سؤال من تتوقع الروبوت بدأ كفكرة عند الإنسان سنين صار لي؟ يعني قبل الكمبيوتر بعد الكمبيوتر أعتقد بعد الكمبيوتر وهذا وائد ناس يعتقدون هذا الشي أوه قبل؟ قبل وائد قبل الكمبيوتر؟ فكرة أن يكون روبوت عند الإنسان كان حوالي 300 قبل الميلاد ما شاء الله أرسته من الأفكار اللي كانت عنده أن حتى الكلمة هذه آية كلمة قديمة غريقية روبوتية يعني عمالة جبرية تمام عمالة جبرية تده كان عندهم ثورات واللي يستعبدونهم يطلعون عن أوامرهم ويطالبون يعني في مطالبات وتعالي يؤكلهم وهذا ففكروا ليش ما يصير عندنا آلة أطيئنا من غير أي مشاكل حلو وحتى ليوناردو ديفينشي من المخططات مارتا راح عنده بعض الرسومات رسم روبوت وتقسيم مارتا بس أيامها كانوا يفكرون من ناحية ميكانيكية فكان الروبوت لغاية الثورة ودخول الكمبيوتر كان كله ميكانيكي وسووا بعض النماذج سووا بعض البروتوتيبس الآن تغير الموضوع الآن مع دخول الكمبيوتر والذكاء الصناعي صار لا الروبوت الحين أخذ مجال ثاني بالمرة وين نقدر الحين شنو نسوي من الروبوت أقول شنو ما أقدر أسوي كل شي تقدر تسوي الحين حتى صار الشيف بالمطبق يقدر يسوي يشتغل لك وينظف وهذا فيه يعني إذا اتسع الوقت ممكن حط فيديو حق بعض الروبوتات اللي تكون يعني التطبيقات حربية في المصانع ممكن نشارك يعني في السابق أول ما بدت الروبوتات بدوا تطبيقات في المصانع منوبليتر يسمونهم اللي هو الإيد الذراع اللي تسوي تركيب وفك وهذا الآن لا بدوا يدخلون أكثر في حياة الإنسان لدرجة أنه اليوم قاعد تسن قوانين حول العالم لعلاقة الإنسان بالروبوت أحد ولايات الأمريكية سنت قانون راح يعمل فيه من شهر سبع القادم يقتضي بأن السماح للروبوت لتوصيل الأغراض إلى المنازل أهو يوصلهم تخيل يعني بدلا أن يكون عندك شخص يشيل الأغراض يوديها لبيت يوديه طيب رؤيتنا المستقبلية نحن في المنطقة دكتور قد نكون متأخرين في هذا الجانب نوعا ما في قضية تشريع أو غيرها لكن السؤال في الفترة المستقبلية القادمة نقدر نرى ريبوت يسوق سيارة مثل ما قلت ريبوت يطبخ موجودة الحين هذا سرولة سيارة التي تقود نفسها ليس شرط أن يكون شخص هذه فكرة تسلطت على الإنسان أن الروبوت يجب أن يكون إنسان آلي شكل إنسان وليس بالضرورة لا ليس بالضرورة يعني في الروبوت تأخذ وائد أشكال يعني على سبيل المثال اللي بالمصانع شكلها لا يشبه الإنسان عبارة عن منوبيليتر يتحرك فنحن يكون لها تطبيقات تشبه الإنسان إذا احتجنا أن يكون بشكل هذا لكن مثلا أحيانا يكون مثلا ما تحتاج أن يكون شكل إنسان وهذا مثلا الروبوتات تأمشي بالأرض منوبيليتر دكتور قاعد أشوف الصورة هذه وياك يعني أشكال مختلفة من الروبوت بالضبط هذه بوستن دايناميكس الشركة تسوّت المشروع هذا وشرتها جوجل ترى على فكرة هذا بتحكم ولا قاعد أمشي بروحها لا بروحها بدون تحكم بدون الموت تحكم بالضبط بالضبط أطلس من بدايات طبعا هو الروبوت متقدم إلى درجة أنه عنده سيلف أورنس وحتى يعني ممكن البلانس ما لولود زحلق لو كذا يضبط نفسه يعني يعني العلماء متحدين أنه في عام 2050 يستطيعون أنه يتبارون بملاعب كرة قدم ويغلبون الإنسان بروبوتات بروبوتات يعني يكون عنده نوع من مرونة ومناولة وهذا بحيث أنه يستطيع أن يدش الملعب ويسوي يسوي كل شيء يسوي للإنسان عنده المهارة وحافظها يعني شوف الحين يعني يعني حتى لدرجة أن بعض الروبوتات تجرب تجزة تشوفها هل يقدر يمسك نفسه وهذه بعض التجارب وشي الأوزان أي شي الأوزان الدكتور ما عنده نسبة الذكاء هو نزين هذين المجالين مجال الروبوتكس ومجال الارتفيشل انتليجنس إذا دخلناه مع بعض يعني اللي تشوفه الحين عبارة عن يعني يعطونا مهام معينة يسويها حرفية حرفية مجال ثاني اللي هو برمجي اللي هو مثل الآن داشين فيه اللي هو ديب ليرنينج اللي هو الكمبيوتر يتعلم من نفسه يكتسب مهارات إيه قاوم يعني أنا أتخيل لو الصورة هذه يعني كيف أنه قاعد نحاول أنه يستمر يشيلها طبعا هو هو بالنسبة له إذا الكرتون أو الصندوق تحرك عن مكان اللي مفروض يروح لها يعني عنده فالهدف بالنسبة لي الكرتون ما في حلول بديلة أو عنده حلول بديلة لكن عنده هدف واحد مركز هدف واحد أو مجموعة هداف نحدد هلا حاليا الأبحاث ماشية بشقين ممكن طبعا الصورة التي تشوفونها أنه يقدر يعني يقوم إذا وقع رح دكتور هذا ماذا يصبح عندنا يبنى الكويت أنت شفت شاركته بالمسابقة وشفت الفرق المشاركة ماذا يصبح عندنا يبنى الكويت الجواب على هالسؤال ما أقدر أنا أتنبأ فيه لكن أنا أقول لك كل ميل يبدأ بخطوة وإحنا اليوم يعني لما نشارك بمسابقة مثل بطولة هي أكثر من مسابقة تحتها لكي نسمعها بطولة هي البطولة العربية للروبوت في الحقيقة هي بدت قبل عشر سنوات صح وللعلم هي ترى بدت من الكويت انطلقت من الكويت انطلقت من الكويت أتذكر أنا مع الدكتور محمد الفارس الوزير التربية الحالي كنا قاعدين مع بعض ونحط الشروط والمواصفات للمسابقة التي هي أقسامها التي هي تتبع الخط المفتوحة السومو وإلى اليوم ماشيين على نفس المنوال هذا حزتها ما كان عندنا لبوت أو كان فيه بشكل خجول يعني يعني والله الحمد بعد التاريخ هذا صار عندنا مثل وعي في الوطن العربي كله بعدها تأسست الجمعية بعدها يمكن أربع أو خمس سنوات بس والله الحمد استمر هذا الشيء إلى اليوم والسنة هذه أول سنة ندخل بهالعدد ثلاثين طالب دزيناهم من مختلف القطاعات جامعة الكويت شاركت أوزاة تربية شاركت الهيئة العامة التي تعليم تطبيقي شارك الجمعية الكويتية اللي نضم على المات شاركو النادي الكويتي مشاركته كذلك وحاز على حاز على مراكز كذلك كل 143 فريق 143 فريق عربي كانوا يتسابقون في مكان واحد نحن لزينا 13 فريق ولا الحمد يبنى سبع مراكز متقدمة ماشا الله وهذا شيء يعني شيء نفرح له من أي جهة كانت كويتية نفرح جدا أنه يكون عندنا هذا العدد كل الثرق تقدم تصور عن ريبوت معين أو تشكله وتجهزه كامل وتقدمه كبرزنتيشن كامل ممتاز البطولة تنقسم إلى مسابقات حلو بعض المسابقات نحن محددين الأهداف مالتها مثلا واحدة منها سومو أنه روبوتين يتعاركوا مع بعض الثانية قد تكون مثلا جمع كرات أنه روبوت يجمع كرات قبل الفريق الخصم ويكون مثلا ممكن يتعارك يعني فيها أفكار نحاول ننمي مهارات الطالب ويكون عنده تفكير داعي وفي قسم خليناه مفتوح يسمونها المفتوحة الحر القسم هذا شارك فيه قسم هندسة الكبيوتر جامعة الكويت وفرازه بالمركز الأول فيه تمام شنو كانت الفكرة مالتهم سووا هو روبوت لاستصلاح الأراضي الزراعية طبعا روبوت طيار درون طريقته أنه حول الأرض الزراعية إلى IOT اللي هو Internet of Things إنترنت الأشياء يعني بالعربي شنو فكرة إنترنت الأشياء أن الأرض الزراعية تبث معلومات آنية ولحظية بكل لحظة عن درجة حرارتها الرضوبة الكفاءة مالتها عن طريق النت بس وسيرفرات تجمعها وبعدين إذا الروبوت استشعر أن فيه قطعة من الأرض محتاجة إلى علاج تسميد على طول بشكل أوتوماتيكي طير الطيارة حتى ممكن تضع صورة الدرون اللي قاية طير طير الطيارة بشكل آلي بدون تدخل بشري وتروح الأماكن المحتاجة استصلاح وترشها بالمواد اللي محتاجة أو فيها نقص فيها تجاربنا بالكويت هذا بره دكتور صح؟ هذا نحن نحن سونا الكويت أنا بالكويت عندنا طلبتنا ما شاء الله جمع مارهم دكتور 22 21 فالعقول عندنا موجودة والطاقات موجودة فلذلك مثل هذه المسابقات مثل هذه يعني هذا اللي ودي أنا دائما أركز عليه لا تصير المسابقة بحداتها الهدف ودي المسابقة تصير وسيلة إلى الوصول هدف أسماء وعلى أن نساهم في خدمة المجتمع نصنع أشياء مثلا ممكن ندشبل مصانع لذلك أن نبدأ سن مبكر هذا جدا مهم جدا مهم لأن إذا مسكناهم من الجامعة مثلا كم سنة أنا عندي أربع سنوات أسس ما يمكنني أسوي مشاريع أحسن من هذا تغير المفروض أن وجهة نظرك رؤيتك عن مناهجنا بشكل عام وإدخال مادة ريبوت تحديدا البعض يقول لك ما عادت المناهج أو ما عاد زمانا يريد هذه المناهج السابقة قبل حصة العلوم نزرع حبة فول بقطن ويبدأ يطلع على حين الموضوع تغير على حين الموضوع يحتاج إلى تكنولوجيا أكثر تعتقد ضروري إدراج مادة ريبوت في مناهج المدارس لا أقول في الابتدائي على الأقل في المتوسط يبدأ يستوعب هذه المادة أنا أقول حتى بالابتدائي لا يمنع لا يمنع أنا أشوف الدول المتقدمة قاعد يحطون بالابتدائي حتى يسمونها مادة ستم اللي هي ساينس تكنولوجي ما ليش لأن أنت لما تدرس مواد نظرية متفرقة رياضيات بروح فيزيو بروح كبيوتر بروح الطالب يجمج بينهم يجمعهم متأخرة مثلا بالجامعة وما يوصل حك شيء أحيانا ما يربط بينهم لكن لما أنا أضع نموذج أمامه وقل كل تعلمه موجود بهذا الشيء والشيء قاعد يطبق جدام يعني الكمبيوتر شنو فيها ميكانيك فيها كهرباء فيها برمجة فيها رياضيات يعني أنا جمعت العلوم كلها في تطبيق واحد وهذا شيء جدا جميل تمام هذه اللقطات التي قبل سولفت عنها دكتور نعم اللقطات التي نشوفها الطيارة هذول الشباب اللي هم شاركوا في البطولة في البطولة العربية أعمارهم تتراوح ما بين 22 21 سن جامعة ما شاء الله أغلبهم هذا العمر قابل أن نشوف شباب صغار يشاركون في أعتقد يمكن بالفيديوهات مادي إذا كان عندكم تغطية لهم بس في شباب عندهم بالصف سادس بالثنوي يعني هاي كلها يعني مفتوحة يعني وابداعات الحلو بالموضوع دكتور أن التفكير حر بالنهاية شنو ممكن أسوي شي ما سووه غيري شنو ممكن أوصل حق مرحلة ما أوصل لها غيري إبداع كويتي طاقات الشباب قاعد شوفوا متحمسين ولا محبطين على الرغم من الإنجاز اللي قاعد يصنوا له والله ما تدري كثير فرحة الولد وهو لما يركب الروبوت ويكتب برنامج وبعدين يشوف شي يتحرك جدامه يعني سبحان الله فرحة فرحة ما تتصورها يعني يعني يركب أشياء ويجربها وسبحان الله تتحرك يعني واحد واحد من الطلبة يعني لما نعطيهم واجب أبرق وهذا تلقي الثيقل لكن لما أعطي مثلا أنا اليوم طالبات كانوا عندي يقول دكتور نحن نقعد لها بالليل يعني بالمختبر وساعات الشسم من نوت الأمن والسلام يقولون يعني طبعونهم أعطيناهم حتى بطاقات شيء اللي يحبون يقعدون يقعدون فيه ويأخذون أوقت ويد من يبتعون ردود فعل الأحالي دكتور البعض يمكن يستغرب مثل هذه الأفكار البعض يقول لا والله شيء جميل لكن لا يحتاج تشجيع وهم عارفين شغلهم عيالنا على سبيل المثال ياكبات قال لك اليوم في المدرسة سوينا ريبوت قد يكون الأمر لا يدرك ما يعني ريبوت لا يلاقي هذا الطفل ذاك التشجيع الذي يستحق عشان يكمل هذا المشوار أنسى بطريقة أن نشجعهم ونساعدهم في هذا المجال يدخلون فيه أكثر شنو هي والله التوعية تلعب دور كبير والمشاركة والمسامة في المسابقات والمطولات هذه تلعب دور كبير كذلك يعني هذه كلها لأن أنا اليوم لما أود ولدي مثلا النادي العلمي والنادي الروبوت وهذه يستقطبون للسن الصغير ونحن نشجع أن نبدر البذرة بسن مبكر جدا عشان يوني بالجامعة جاهزين يعني ما نرجع وياهم على المبادئ يعني إذا ودنا نوصل للمرحلة التي شفناها قبل شوي بالفيديو إنسان يتحرك وهذا نبني نبني الطالب يكون عند المهارات هذه بسن جدا مبكر وهذا أعتقد هذا ناجح جدا يمكن الصورة التي عرضينها الحين هذه إذا أنا عرضها هذا اللي قلت عنها الاختناع الكويتي طيارة عبارة ريبونت تبدأ تتحسس الأرض بالضبط وتعرف درجات الحرارة فيها من خلال الإنترنت وإذا الأرض تحتاج زراعة هي تلقاء نفسها تزراعة بالضبط هذه تشيل حوالي 7 إلى 8 كيلو من المواد السائلة وممكن تكون مخلوط فيها بعض المقويات كذلك الحلو فيها أنا ترى مجاهزة الطلبة مصممينها مراكبينها بنفسهم الموتورات هذه ضد يعني واحد يقول يمكن شعرينها من ما اسم الفانتوم أو فانتوم لا 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 ترى لا ترى لا ترى الموتورات ضد عوامل جوية تتحمل الماء المطر القواعد مالتها طابعينها طباعة بال3D المجسات اللي حاطينها بالأرض 3D يعني لو تدورها بالنت لا ترى مثلها لا ترى لا ترى فهذا إنتاج كويتي دكتور يأخذون عليها برعات اختراع مقدمين عليها أعتقد ويأخذون مفروض يأخذون عليها تحتاج صيانة تحتاج أي معين هم عندهم طبعا كل جهاز يحتاج صيانة بس لما تقارن هذه مع البداء المالتها جدا يعني تكلفتها أقل يعني شو البداء المالتها يا أما طيارة يا أما التركتور وهاي كلها مكلفة بالنسبة جهاز مثل هذا البعض يرفض فكرة الريبوت بشكل قاطع يقول لك عندك عقل وتفكر وعندك قدرة وعندك جهد فأشتغل يا إنسان من غير لا تصنع لك أحد يشتغل مكانك ولا تعلمنا عن رباده هذه وجهة نظر تطرح في المجتمع الآن رؤيتك المستقبل هي علاقة الإنسان بالريبوت هل القادم من الأيام قد شفنا طيارات بدون طيار شفنا سيارات بدون قائد مركبة علاقتنا القادمة إنسان الريبوت شو تقوله أنت قاعد تتكلم الآن في المستقبل يعني أنا أيدك على الفكر هذا وهذه نظرة الآن الغرب الآن يحاولون نسنون قوانين بفرض ضريبة على الروبوت علاقتنا مع الروبوت قام ينافسنا فالحين أنتوا الإنسان يجتهد يتعب وهذا وقع تأخذون منه ضريبة الروبوت قاعد يأخذ مكاني وما قاعد تفرضون عليه ضريبة فالآن حتى بلقيت حطاها في شسمه قال أنها سوف تفرض ضرائب على الروبوتات المنتجة المنتجة فأي ما يقولون إنسان إذا صار منتج يأخذون نسبة من الراتب ماله نفس الشي سيطبق على الروبوتات هذا من ناحية تمام من ناحية ثانية علاقة الإنسان بالروبوت هذا جدا موضوع تطرق له جدا مهم أنا حضرت في النمسا شهر شهر عشرة اللي فات شهر عشرة اللي فات مؤتمر علاقة الإنسان بالروبوت يبوني يدرسونها بالغرب الحين ومجتازوا مرحلة أنه يبنون روبوت لا بنينا خلاص الحين نريد أن نرى ما علاقتنا ما يؤثرون علينا ما نتعايش معه لدرجة في بعض الأبحاث حطوا روبوت مثل المساعة اللي شفنا يدخل مبنى وما عنده سيكوريتي كارد وقال يحاول يدزل الباب فيستأذن من اليدشون ممكن دخلوني معاكم 95% من الناس رفضوا يدخلونه لما شالوا بيتزا دخلوا يعني كان صار دهبري فشنو علاقة الإنسان هل نثق فيهم هل يبوق يعني وظائفنا هل رح ينافسنا يعني إذا سيارات الآلية تم تطبيقها تكاسي يعني هل رح يأثر علينا مثلا هل رح مثلا هاي كل الأشياء قام تدخل في المستقبل من ناحية حلاقة الإنسان بالروبوت دكتور قيلت في السابق الإنسان عدو ما يجهل بالنحية أنا ما أدرك شنو داخل هذا أو هذا الروبوت من برمجيات من ملايين الأشياء داخل هذا أنا ما أدرك فالمعارضة موجودة أنا متوقعها ما نبدأ ندرج الموضوع تدريجيا وشن دخل عيالنا في هالمراكز نبدأ نسوي افتراع أنا أعتقد أدخالها في المناهج شيء جدا جدا مهم هذا بالضبط أنا يعني مركز صباح الأحمد للإبداع والموهوبة والإبداع أتمنى أتمنى بوجود الوزير الحالي كونا ندخل فيها جدا في الروبوتكس أن يتم تبني هذا الشيء لأن وجود الروبوتات وتعليمها في المناهج من سن المبكر وخاصة إذا صار مثل مالتي يعني مثل لما يكون مثلا روبوتات المصانع أنا أريد الطالب لما يتخرج من عندي أن يكون عنده إمكانية أنه ليس يطبق فقط على أشياء يعني كجيمز وهذا لا ودينا خلاص يصير عامل أنه ممكن مثلا أودي المصنع فلاني السشارة فلانية مكان فلاني خلاص أنه بسوق العمل يكون إنتاج شخص مفيد موشي سهل دكتور شكتر يأخذون وقت عشان يسو الريبوت والله في نماذج تكون جاهزة ممكن يركبها الطالب وتأخذ وقت وتركيبها شكتر يأخذ وقت يعتمد يعتمد على نوع شهر أقل أكثر قد يكون وممكن تتقسم إلى مثلا المرحلة الأولى المرحلة الثانية فشي قابل بالنهاية للتطبيق عندنا أنا مو بالمجال هذا على مستوى المنطقة طيب أنا أتكلم عن مستوى الوطن العربي أنا أتكلم عن الجامعة أنا أول ما رجعت جامعة الكويت طلبت أن فتحت مادة اسمها ذكاء صناي فتحت مادة اسمها روبوتكس فتحت مادة اسمها أنظمة خبيرة وبدأت أدرسها لليوم اختياري ولا الحمد أول سنة سنة رئيس القسم عندنا ابتعث فتح مجال الابتعاث في مجال الروبوت يعني سيصير عندنا دكتور مبتعث المادة مالته روبوت والنانو تكنولوجيا كذلك هذا جيد حلو يعني أربع سنوات إن شاء الله يرجع عندنا دكتور متخصص في الروبوتكس أنا التخصص ذكاء صناعي بس أتمنى يكون عندي واحد دكتور متخصص في الروبوتكس فهذا شي طيب نتمنى نتمنى ذلك رسالتك لكل من نشاهدنا مسؤولين ومحبين مبدعين لهذه المهنة ممن يشاهدنا الآن قد يكون ابن ذكي في هذا المجال يقولك أنا ودي أشرك وياكم وين أقدر وصل لكم وأيضا نضمنها رسالتك شو تقول لهم المجالات موجودة الحين يعني ممكن عن طريق يعني مركز صباح الأحمد عندهم عندهم مختبر يتبنون في مثل هذه الأطفال أطفال دكتور أطفال نعم أمارهم صغيرة أصغار ايه عندك كذا كذا مركز مثل فاب لابس عندك النادي العلمي ترى يأخذون من سنة سنوات عندك النادي الكويتي للروبوت كلها يعني مراكز يعني كلهم يقدمون نفس الرسالة وبالآخر يعني والأمر يشوف شنو اللي أصلح لها اللي أقرب لها و ممكن يعني احتمال احنا بعد جامعة الكويت يمكن نفتح كذلك لتقبل السن سوينا احنا مرة ورشة حقوة التربية بالربيع سونا لهم مثل ورشة ولا الحمد اللي تخرجوا مننا كملوا ودشوا مثلا ولا يذكرون احنا خذينا الورشة عندكم يعني يكون عندنا ان شاء الله في المستقبل لاب في جامعة الكويت لتلبية مثل هذه المتطلبات اللي هو لخدمة المجتمع وفتحها لجميع الشرائح يا رب ايضا نتمنى ان نشوفها في بدار زود كويت في مناهجنا ايضا لتمهيد دخول هذا السوق الجديد وكل يودرك تماما في السنوات القادمة العالم اجمع ذاهبي لهذا المجال تحديدا في مجالات عدة في الحروب في استخدامات الشخصية وغيرها من الامور نتمنى لكم كل توفيق دكتور سعي جدا بهذا الطموح اللي قاعد قدمونا بهذه الرغبة وهذه الرؤية المستقبلية اللي تمناها موجودة عندنا في الكويت كل اشكر لك نائب رئيس الجمعية العربية لي الريبوت الستاذ والدكتور عبدالله المطوعة ساكة القوية دكتور شكرا عتي بيد دعوة حضورك معنا في الاستيديو اذا هي دعوة لتبني هذا الفكر تبني هذه الرؤية المستقبلية انصح التعبير هذه الثورة المعلوماتية قادمة وهذه الرؤية المستقبلية بشكلها صحيح ايضا استخدام اطفالنا من سبع سنوات وافضل وسيلة للاستثمار في هذا المجال